تمام، اتفضل يا حبيت البنت بقى يعني حالتها النفسية طبعا بتبقى ساعات يعني مش كل الردود الأفعال هي نفس الردود الأفعال فيه ممكن بنت تبقى حاسة أنها مضحية فبتعمل كده لشان خاطر إخوتها وأنها بتساعد باباهم وماميتها وده راجع لأن احنا ما بيبقاش عندهم منظومة قيمية تقيلة عارفين الحلال والحرام اللي ينفع واللي ما ينفعش يعني الحاجات دخلة على بعض فما بيبقاش عندها الرؤية وطبعا هي ما بتبقاش قادرة أنها تقرر قرار صح لأنها غير مسؤولة يعني هو بنقول عيون قصيرات ليه لأنها لسه مش مكتملة عندها قصور في طريقة التفكير أو طريقة تتخاذ القرار حاليا بزبط يعني لأنه المراحل عندنا في فكرة يعني النمو يعني المرحلة بتبقى مثلا من 10 سنين ل14 دي المرحلة اللي هو فكرة التغيرات البيولوجية وبعدين بعد كده بتبتدي بقى من مثلا 14-18 الثبات بقى وأنه خلاص الوضع من 18 اللي بقى 20-22-25 العقل بقى يبتدي يبقى عنده قدرة على التفكير الصح الوعي الإدراك واتخاذ قرارات صح ونفترة المراقفة لها بتبقى كلها تذبذب في المشاعر وفي الأفكار بزبط ما فيش تدات فعالي خالص بس هو برضو في مشكلة يعني مجتمعية نفسية المجتمعات دي للأسف ما زالت بعقلية أن البنت عار والبنت نخلص منها والبنت نسطرها وتروح في قفة كده تروح في قفة واحد هو اللي يشيل يا جماعة سيدنا النبي يوصى بالبنات ويعني نحترم سيدنا النبي ويعني نقتدي به في أمور زي دي كمان يعني بنتك هتدخلك الجنة لو أحسنت التربية الحاجات مش مفهومة دخل على بعض المفاهيم معنا محمد تاني محمد ألو عليكم السلام ورحمة وبركاته أهلا وسهلا الحمد لله فندم أهلا وسهلا وحشانا والله والبرنامي خدك من نفسك